بدافع الخير أو التأليف بين زوجين أو البحث عن النصيب يقع المسلم بجهل منه في الموبقات فيكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هرأة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات ثم عد منها السحراء صلى الله عليه وسلم فقال الشرك بالله والسحر والسحر موبقة والموبقة هي القضية العظيمة التي يحصل بها هلاك وفساد وخراب السحر منهما هو كفر كما قال الله تعالى وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السحر وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فجعل الله تعالى تعليم السحر كفرا فكيف بممارسته وعمله وإيصال الأذى فيه إلى الناس لا شك أنه كفر ومنهما هو دون ذلك ولذلك يجب على المؤمن أن يتوقى السحر دقيقه وجليله إن السحر لا يبلغ الإنسان نجاحا ولا فلاحا بل حكم الله وقضى فقال وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلَا يَعَلْهُ أَتَى وَلَا يَعَلْهُ أَتَى وَلَا يَعَلْهُ أَتَى